موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معكم أعزائنا المشاهدين حوارنا مع السيد مصطفى الزلزلة في مسجد الوزان في دولة الكويت السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صور في هذا المسجد العامر مسجد الوزان ما شاء الله ما شاء الله في بيوت أذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ما شاء الله سيدنا نشوف حلقات القرآن نعم يعني كون هني بشكل يومي بالمسجد نعم بسم الله الرحمن الرحيم طال عمركم هني بشكل يومي عندنا طبعا الفرائض الخمس اليومية نصليها عن صلاة الفجر والظهر العصر المغربي العشنصلي بعد صلاة الفجر أكو درس قرآن درس تجويد ترتيل تصحيح القراءة كل يوم هذا بعد صلاة الفجر فيما يتعلق بعد صلاة العشائين فقط يوم الأربعة ليلة الخميس هذا بعد صلاة العشائين في المسجد غير كل يوم أثنين وخميس الساعة أربعة ونص ليه قبل الصلاة يعني تقريبا تتكلم عن ساعتين ساعتين يوم الأثنين وساعتين يوم الخميس هذه حق كل المراحل ترتيل تجويد علوم القرآن في هذا المسجد أيضا فالبرنامج القرآني ما شاء الله يعني بدأنا فيه معه بداية صلاتنا في المسجد الحمد لله رب العالمين طبعا سيدنا نعرف أن أنت إمام المسجد هذا هل كنت تطمح لأن تكون إمام جمالي؟ يعني شهد الله وعلم أبدا ولو أن عندنا أن الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأمومة زين؟ واحد يدور الأفضل بس الواحد هم يقول بحاجة إلى من يكون هناك يحقق شرائط إمامة الجماعة بشكل أكثر بس شفت الأخوة من آل الوزان وغيرهم كانوا بعد سيد نشوف فيك الخير ونشوف فيك العدالة وسامعين قراءتك وأنت بعد إذن البلد وسامعين محاضراتك مواضيعك نحتاج يعني سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل الاجتماعية أو في المسائل في العقيدة أو في المسائل بالتفسير والمسجد مو بس للصلاة هم فيها دروس دينية متنوعة في الفقه والعقيدة والأخلاق والتربية وإلى آخره فبودنا يعني تستلم فأما أن تقبل وأما أن تقبل لا يوجد شيء اسمها لا يوجد شيء يوجد خيارين خيارين نفس الشيء إما أن تقبل وإما أن تقبل فقلت لهم أفكر قالوا لا يوجد شيء اسمها في قتاب بعد غير شيء بعد هل حكم هذا خلوني أشوف والله وكلمتهم قلت لهم يعني أرجوكم تعذروني إذا تحبوني تعذروني فشفت كذا واحد منهم يعني من قال الوزان قال إذا تحبنا لا تشرط علينا هالشرط السشرط والله أكثر من جهة مش رأيكم جم واحد من الأفاضل من العلماء نحن الفضيلة والعلم قالوا سيد وما شاء الله ما عليك قصور وكذا قلت لهم شي شيء وقال نعم روح لا ترد هذا الأمر وكذا السشرط جم واحد من أمة المساجد شرايكم قالوا ونصارحك التزام فإذا أنت قدلت زام قلت والآن لدي أمور كثيرة وارتباطاتي وكذا قالوا بس لا تنسي حسن ظن الناس فيك وإنت دائما نسمعك تتمثل بحكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه من ظن بك خيرا فصدق ظنه دائما نسمعك على المنابر تردد هذه الكلمة وإنت دائما تحلل هذه الكلمة العلوية أن هذا بمثابة تشجيع بمثابة أن إذا كنت أنت في مستوى عالي من الظن عند المؤمنين فأول شيء هذا تشجيع لك ورقم الثين أنك تكون أحسن من الظن اللي قاعد يظنونه فيك وهذه الدعوة للمتقين يعني عن ربهم اللهم اجعلنا أفضل مما يظنون أنه مو بس الظن الخير أفضل ما يظنون فبالنتيجة بعد بدينه طال عمركم من أول السنة الميلادية هو ما كان متكامل طبعا من داخل متكامل بس من بره باعتبار المواقف وكذا أهل المنطقة هنا غرب مشرف قالوا أنه بدام داخل متهيئ خلوا يعني نصلي وكذا لأنه بره بره يحلها إن شاء الله الله تبارك وتعالى فيما بعد والحين نحن نتكلم والحين نحن بشهر يعني تدري يعني شهر الآن صار لنا أكثر من خمسة أشهر وصار وتهيئ المكان بحمد الله ويو أهل المنطقة تدري بعد محتاجين قالوا أنت تقولون لا صلاة اللي جار المسجد إلا في المسجد لا تحرمون من الصلاة خلونا أني وكذا وبحمد الله قاموا ويو أهل من المنطقة وغير لأن المنطقة كانت تحتاج يعني حقيقة ويو أهل أيضا من غير المنطقة يعني من جنوب السرة الزهراء حطين السلام بالإضافة والشهداء منطقة بيان منطقة سلوى لقرين صباح السالم أيون وغير هالمناطق يحضرون حتى في المعرض هنا معرض الكتاب معرض الدول الموجودة هنا تدري يصبح معرض كتاب معرض عطور معرض اكسسوارات كل شيء يصير معرض سيارات كل شيء فأيون والله يعني شيء أو سنهم يحضرون في هذا المكان يصلون هنا وجود الحمد لله رب العالمين وقلت لكم تقام فيه الفرائض فريضة الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء ويوم الجمعة عندنا خطبة بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة بين الصلاة خطبة تقريبا نص ساعة طبعا يوم الجمعة شوي في نكا خاصة هنا كثير منهم يقولون برنامجكم حلو أنتم في جامعة الوزان البداية الأذان بعد الأذان تقريبا ربع ساعة قرآن كريم ميرز عبد الله أبو ابن أختي ما شاء الله وحافظ القرآن ومعلم القرآن يقرأ تلاو ما شاء الله صوته الجميل الشجي الجهوري وبعدها تقريبا عشر دقائق وربع ساعة ونقيم الصلاة وبعدين بعد صلاة الظهر يكون الدعاء تعقيب دعاء يوم الجمعة هم يذكر وبعدها خطبة وبعد الخطبة صلاة العصر وبعد صلاة العصر زيارة الإمام سيد الشهداء وزيارة الإمام الحج عجل الله تعالى فرج الشريف باعتبار يوم الجمعة يوم وبعد وهذا يوم الجمعة وهو يوم وكل ما توقع فيه ظهورك والفرج فيه المؤمنين على يديك نعم والحمد لله رب العالمين يعني ها تقريبا يوم الجمعة بالليل بعد ماكو خطبة بين المغرب والعشة بين المغرب والعشة تقريبا نعطيهم عشر دياء إلى رضوع ساعة من يوم السبت إلى يوم الخميس هذا كل يوم وليلة الجمعة دعاكم ويل وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليكم يوم الجمعة باعتبار أن أكو خطبة بين الظهر العصر بعد بالليل ريحهم ماكو خطبة بين المغرب والعشة محمد أنا سمحت سيد في الخطبة كانت بين صلاة المغرب والعشة المعتاد معتاد نعم معتادة هذه كل يعني دائما بين الصلاة نأخذه وطبعا مبوضة نبدروس باعتبار تدري أن الحضور في المسايد يعني أكو صلاة قبلها وضوء وغسل تيمم الطهار المائية الترابية أحكام عملية سواء في العبادات أو في المعاملات فأكثر شيء الأمور الفقهية فأنا رتتها يوم السبت طبعا هذا بين المغرب والعشاء وقلت لكم من عشر دقائق إلى ربع ساعة ما نكثر يوم السبت مسائل شرعية يوم الأحد اللي هو عبارة عن درس أخلاقي النقاط والدروس من الآية يوم الأربعة مسائل شرعية يوم الخميس بحث دعائي عرفاني روحاني باعتبار ليلة الجمعة ليلة دعاء تهيئة لدعاء كوميل وزيارة الإمام حسين سلام الله عليه يبقى شيء المناسبات أراعيها يعني إذا كانت الليلة ليلة مثلا وفاة أحد المعصومين عليهم السلام أو مناسبة لأحد المعصومين عليهم السلام نذكرها يعني الدرس نخليه على جانب نذكرها فيما بعد ونحيي ذكر المعصوم سواء في الولادة أم في الوفاة نعم هذا البرنامج تغليمي وصورة إجمالية سمحت سيد خطبكم في المجالس والحسينيات عادة وما تكلم عن ظروف المعاصرة التي يمر بها المجتمع فهل تحرص في خطبكم على متابعة أحوال المجتمع وأحوال الشباب نعم 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 طال عمركم يعني الشباب تدري بعد عصب المجتمع وفي الحديث النبوي حالفني الشباب وخالفني الشيوخ عندنا فقه الشباب وأنا ذات مرة في أكثر من محاضرة تكلمت أصلا عن طموح الشباب قلت يعني أقترح أن نسوي لهم برلمان للشباب ومن كافة الأطياف كلهم سنة شيعة بدوا حاضر برلمان لهم تكون يعني من أعمار معينة يكون لهم ديوان تكون لهم رحلة الشباب يكون لهم أمل مسرحي إعلامي مثلين متطلباتهم واحد ممثل عنهم مثلا يرفع المتطلبات بس بشكل مدروس هذه كلها أمور نظرية نحن نتكلم عنها بشكل مدروس مهم جدا فتدري يعني والشباب تجد منهم الصالحين وتجد منهم الفاسدين الصالح هم بوده يكون أصلح ويمر بعقبات وعوائق الفاسد المنحرف الحرافة أما من بيئته اللي يعيش فيها في البيت أو بره مع ربعه أو مثلا من الظروف الوين ما كان أو الفراغ اللي يعيش منه ما يدري شون يسوي تدري في الحديث أن الله يبغض النومة العبد النوام ويبغض العبد الفارغ لأن الفراغ وخاصة الشاب مصيبة الإمام الحج عجلة عفرة الشريف في دعاء الفرج يقول وتفضل على شبابنا بالإنابة والتوبة ليش ركز عليهم لأن طبقة تصدر منهم المعاصي إذا ما كانوا مضبوطين وموجهين مصيبة فبحاجة إلى من يسمع متطلباتهم مقترحاتهم مشاكلهم توفير الحلول لمشاكلهم والحلول البديلة لمشاكلهم الشباب طاقة يعني ممكن واحد يتبناهم يعيد تأهيل كثير منهم مراكز تدريبية يسوي لهم تدري كل واحد عنده قدرة اللي عنده قدرة على أن يمثل مثلا هذا هم استوعبة خليه يكون تمثيل هادف أحيانا العمل المسرحي الفيلم مثلا إذا كان هادف يؤثر أكثر من الخطب إذا كان مجروس ووفق أسس أحيانا مثلا عنده قدرة على أن يصلح سيارة تبنى شيء جميل عنده قدرة على أن يكتب مقال على أن يخطب على أن يساهم يشارك أحيانا واحد عنده قدرة على مشروع فردي أحيانا على المشروع في الشراكة المساهمة يكون فيه فهذا أحرص أقرأ الأخبار المحلية شن من أخبار المحلية موجودة في البلد يعني عندنا أقرأ الأخبار أيضا العربية والإسلامية والأقليمية والدولية أحرص أن أشوف شن المجتمع تدري في زمن معين مثلا مرة تكلموا هناك على المستوى المحلي الخصخصة فيه اللي أيدوا قلنا بداية لا تصير هالحالة التكاثر من المؤيدين المعارضين كان زين يكون إعلام واضح يطلعون النواب مثلا يعطونهم مجال ويخلون الناس توجهون بطريقة دعائية قوية أنه والله ترى عشان تفهمون الخصصة ولا تعرضون مني والطريج أو تأهدون مني والطريج لا بد أن يكون تسمعون في المحطة الفضائية المحلية سواء الحكومية أو غيرها يعني أو مثلا تقرون الجريدي يصير إعلان قوي لأن أكلك لأيوم كذا ما يعرفون كثير منهم زين مو بس مجرد والله تحويل من قطاع حكومي ليه قطاع مثلا خاص من قطاع عام ليه قطاع خاص أكلها في حط لها قوانين حط لها فيد هذه فترة تتكلم عنها فترة ثانية قامت مثلا راحت هذه يد فترة عقوبها قعدت تتكلم عن انتشار مثلا مرض معين انفلونز الخنازير وانفي الوزن والناس ما بين خائف أثر على الحج الروح ولا ما الروح الاختلاط ما ذلك شنو تدري حدث يعني يصير لك تتكلم أحيانا يصير حدث إقليمي حرب ممكن تقوم وكذا موازنات سياسية مثل أخبطة شنو دور العلماء دور الفقهاء دور المتدينين دور المثقفين بهذا الجانب هل هم يكونون في جانب والحالة السياسية العامة اللي قعد تدخل في الأوساط يتركونها في جانب آخر فأمثال هذه الأمور نعطيها الصبغة يعني وشلون نوجه الناس صبهم فأحيط علما في كافة المواضيع السياسية الاقتصادية الاجتماعية التربوية المناهج مناهج مثلا التربية الإسلامية وغيرها الموجودة في الوزارة نتابعها نشوفها إذا كانت يعني مناسبة مع كافة الشرائح لأن تدري مو بس مذهب واحد هنا عندك أكثر من مذهب بالفعل تناسب الكل واللي يعيش الطالب حالة ازدواجية بين البيت وبين المدرسة بين المعتقد الذي يعتقد ويدينه الله تبارك وتعالى به وبين ما يدرسه أنفال هذه الأمور طبعا نتناولها بشكل يعني واضح ودقيق وأضع بصماتي عليها وأذكر الأوجه والاختراحات فما تخلوا الخطب يعني من أشياء عامة موجودة مثل احترام المواقيت والعهود والمواعيد واحترام مثل والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام ووضع اليد على بعض الأمراض الاجتماعية قطيعة الأرحام مثلا عقوق الوالدين وجودهم في دار العجزة وكلو إلى آخره أول قضايا اللي تمر بشكل طارئ أيضا هم نعالجها مثلا شيء طاب في مر وكذا علان في جريدة أو منشورات موجودة هذه من شأنها إنها تمزق المجتمع هم نعالجها نحاول نهدأ الأوضاع ونبين شنو الوجهة الصحيحة اللي تكون عليها سمعت سيد نحن قلنا نتكلم عن الشباب ما فكرتوا في مشروع تهيئة الشباب إلى الخطابة طالع عمركم بلى حتى أذكر مرة من المرات ومن زمانها أكثر من يعني أقول لك يمكن 92 أو 93 يعني تتكلم عن 17 أو 18 سنة ما من حسينية كنت أروح لها إلا وكنت أقول حق أصحاب الحسينية موجودين الروادي وتدري الحسينية حيانا واحد يتبنىها وحيانا أكثر من عائلة يتبنونها يعني مساهمين فيها كنت أقول يحتاج أنه يكون عندنا في كل بيت يعني واحد على الأقل يهيئ ومستعدين نحن نسوي مدرسة ونسوي منهجية للخطاب والخطاب يعني تدري أكو خطاب كان نمطي تقليدي موجود وهو الأساس وهو المطلوب طبعا هذا نزيل أنه يعني حالة المراثي الموجودة الشعر البكاء الشعر الحزين يعني مراثي الإمام سيد الشهداء عليه السلام والبكاء وربط الإمام الحسين بالعاطفة من أجل أن يتحول الإنسان إلى أخذ الأهداف والفوائد من ثورته المباركة في طبعا بهالأيام هذه العلوم تعددت وتنوعت بحاجة إلى أن نحافظ على هذا النهج وهذا المستوى نفسه بس بأسلوب هم تستعمل فيه بعض الأدوات والآلات الموجودة يعني في يومك هذا مثلا الحين افتكر قليل اللي ما يتعاطى مع الإنترنت والكمبيوتر وكذا وغوغل كموقع فالواحد بالأثناء مثلا يذكر إذا كانت مثلا قبل بس الكتب الحين لقوغل يحط مثلا حديث نقطة معين أو في موقع معين تطلع لبحوث كثيرة وكثيرة وبالسابق ما كان فيه طرح من هذا القبيل الحين لا اختلف ممكن واحد يتكلم عن البيب بي هذا اللي هو البلاك بيري الحين اللي يستعملون العالم العالم بين يدي الشخص شلون يكون استعماله شلون الواحد يستغله فالوقت اختلف أول الإعلام بس في مكان واحد بين أربع جدران تطور فيما بعد السماعات الميكرافونات اللي خلوها في يومك هذا الحين أنت الحين مثلا في مسجد الوزان تفتح الموقع العالم من أقصاها لأقصاها وين ما كانوا بسراليون بكندا بألاسكا بأمريكا وين ما كانوا بجنوب شرق آسيا يشوفون وبنفس اللحظة هذه تصير هذا طال عمرك احنا يعني وجهنا وهيئنا وقلنا مستعدين يعني نكون مدرسة من الخطابة شفنا أكو قبول أحيانا يكون واحد يقبل على المستوى العمل النظري بس في التطبيق العملي شوف أكو نوع من الفتور مو ذاك التفاعل معه وبعدين احنا هم ذكرنا قلنا يعني الساحة هم تحتاج إلى يعني خطباء من نفس البلد الحين اللي يون وعلى العين وعلى الراس كلهم طبعا اللي الأخوة اللي من خارج الكويت ويون ويخدمون المنبر منبر سيد الشهداء عليه السلام بس يبقى يعني فترة معينة ويرجعون بلدهم تدري البلد هنا مو بس محرم صفر أو شهر رمضان أكثر من ذلك بعد احنا اذا بنقول كل يوم عاش وراء كل أرض كربلاء هذا لازم الواحد يعيش ها دائما يعيش ها الحالة المشاكل مو بس صايرة في فترة معينة موسم محرم صفر شهر رمضان لأ المشاكل تطلح وليدة لحظات مشكلة اجتماعية من عادات من تقاليد واحد مثلا يشيع لشغلة معينة الناس يتعاطون معاها بحاجة إلى من يكونون في البلد هنا ومن أبناء البلد أن يسيطرون على هذا الواضع ويشوفون ويحتوون هالأمر بس هذه لابد من تهيئة من استعداد من قابلية الأهل يدفعون بهالاتجاه يبينون حتى مرة واحد من الأخوة الخطب الكويتين قال يبودنا نجتمع عن الكويتين الخطبة قبل شهر محرم ننسق فيما بيناتنا مثلا شو المواضيع اللي لازم تطرح اللي يجب أن تطرح ينبغي أن تطرح مثلا قضايا الاجتماعية الأمور في العقيدة في الفقه ما نحتاجه لأن مثل ما ذكرنا الإمام حسين عليه السلام عبرة وعبرة حقل شغلها معينة هيبي مثلا التكنولوجيا وإثرها الإيجابي والسلبي الواحد اللي ممطلع على هالأمور ما يقدر يعني يتعاطي معاه حتى لو بشكل إجمالي يتشي يمروا يمروا عليه واللي يهن المنبر كل واحد بباله شيء معين يمكن مثلا هذا الخطيب الحين يتطرق إلى هالمشكلة الاجتماعية المحلية كثرة الطلاق مثلا ليش كثرة الاطلاق شحقه سوء تربية الأولاد شحقه ليش في أولاد عنيفين شريسين مع آبائهم وأمهاتهم عندنا نحن بالمجتمع هنا هذا أمر موجود ليش قاعد تكثر حالة مثلا الإدمان إدمان المخدرات ليش ليش قاعد تصير حالة مثلا يتعدون على مثلا المخافر إذا والله مثلا الضباط يضربون والشرطة يضرب هذه حالة البعض قاعد يحاول يروجها معناتا عدام الأمن إذا الواحد ما ينهض كل واحد من مسؤوليته من مكانه مثلا الوزراء النواب المعنيون القانوني التربوي الخطباء العلماء كل واحد لأن كلكم راعوا وكلكم ما سمعا رأيته راح تشوف فلتان راح يصير هنا لما الناس يشوفون أكو تكاتف وتضافر جهود من أكثر من موقع قانوني تربوي وزير وكيل معلم خطيب عالم يقولون أن هذا مطلب أن الكل رايح به الاتجاه فاللي بيسوي أي شغلة فيها نوع من الخروج عن مثلا العادات الأعراف أو أنه مو مألوف دينيا واجتماعيا فيسوي لألف حساب وحساب لأن الكل راح يوقف ضده الشريحة الخاصة والشريحة العامة فطال عمرك هذا كان مجهود موجود وفيه فيه طبعا قاعد أشوف نشة ما شاء الله قاعد يطلعون بس بحاجة إلى تهيئة أكثر وبحاجة إلى عدد أكثر مو بس مجرد أن عدد أكثر خطابة وخطيب يقول لا مهيئ بحيث إذا كان على المنبر يقدر يعطي للمنبر حقه يقدر مثلا يخاطب العقول الموجودين ما يتلك عنده الحالة النفسية قوية القدرة على الخطابة مطلع على الأوضاع الموجودة العامة والخاصة قادر على إيصال الفكرة والمعلومة قادر على ربط مثلا القريز اللي هو النعي بالأخير بالموضوع علشان يخلي المستمعين منشدين تجاهه يحببهم في المنبر فيما بعد هذه إن شاء الله وإن شاء الله تثمر أكثر وأكثر إن شاء الله سمعت سيد لماذا سيد مصطفى الزلزلة لم يلبس العمام السوداء كما هو المتعرف عند قطباشياء إن شاء الله طال عمركم العمامة أول شيء خلنا نتكلم بالواقع العمامة شرف وعندنا بلا حاديث التيجان العرب وتحبه الملائكة وصلاة ركعتين مع عمامة أفضل من أربع ركعات بلا عمامة وإن وقت الصلاة بعد يكون لها حنك وكذا عندنا حاديث كثير في هالجانب ولو لم يكن ولو لم يكن هذا أقولها صراحة في لبس العمامة إلا الامتثال لأقوال النبي والعتر عليهم السلام لكفى مستحب العمامة مستحب الواحد يخليها أنا صراحة لأنه بالبداية طال عمركم لماذا لا ألبس وكثير يقولوني ألبسها ألبسها وكذا أيضاً أول شيء لأنني أنا كنت بالبدايات في وزارة الصحة عمال الأرض وبعدين وظليت يعني مدة في وزارة الصحة والشيء الآخر وقت اللي كنت أصعد المنبر يعني ما حبيت أطلع بصورتين حبيت أطلع بشكل واحد نعم وقت اللي كنت أسافر سافرت كوبين هاقين اللي هو دانيمارك مالمو السويد في شهر محرم في ثلاثة أعوام وربعض لبسته لأنني ما كانت عندي وظيفة ثانية يعني بس هذا حمالي أنني كنت أرقى المنبر أوجه يعني خطي أما هني لأنك أنت يعني موظف ونفس الوقت أطلع وأروح وكذا فما حبت أظهر أكثر من لبس يعني هذا الزي اللي هو القترة والعقال الشيء الآخر طال عمركم هم أكون بشكل أوضح أنا أحب بالنسبة لي هذا الشيء شخصي أن اللبس العمامة في يومك هذا يعني خلع صار سمى لطلبة العلم اللي رايحين إلى مستويات حالية رفعة في بعضهم مثل ما قلت لك مجرد أن والله الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أمانه الحين في يومك هذا اللي يشوف المعمم يقول هذا عنده الحين خلاص أي سؤال بس طبعا في حدود الدين سواء في العقيدة أو في الفقه أو شيء من هالقبيل لازم يجاوبني إذا شاف عنده مثلا تلك قصور شيء من هالقبيل يقول هذا عيل ليش هالطعم فيه فيه هذه موجودة طبعا فيه كثير عندهم هالرأي أن اللي يلبس العمامة يفترض أن بعد ما يطوي مراحل عالية من العلم والدراسات الحوزوية فشري أنا أحط ببالي أن الذي يلبس العمامة يفترض أنه وصل إلى مراحل عالية في العلوم الشرعية وبحيث إذا سؤل يكون يعني بشكل حي خلأ أقول أجمالي زين على قولتهم في الجملة وليس بالجملة يكون عنده إحاطة في المسائل الدينية التي توجه إليه وغير هذا أشوفهم بنفس الوقت كثير منهم ما يلبس عمامة يعني أذكر أرجع في صفهان أغاير رحيمي هذا ما يلبس عمامة يلبس أشبه بالقطرة يحكي عن ابن ميثم البحراني أنها ما كان يلبس عمامة كان يلبس قطرة طبعا العمامة للصلاة هذه المستحبة جدا من الواحد يلبسها فبالنتيجة يعني باعتبار أني في أكثر من جهة أحببت أن أخرج وأظهر بصورة واحدة وإن شاء الله يعني ما تكون يعني معيقة لبس القطرة والعقال بهال الحالة هذه الموجودة بالنتيجة قاعد أن أدي الغرض سواء في المسجد أم على المنبر أم في الملشات ومجالس الأفراح أم في الحضور الإعلامي في كل هذه الاتجاهات سمعت سيد رأينا في الآمن الأخيرة كثير من المتخاذلين مع قضية مظلمية فاطمة الزهراء سلام الله عليهم سلام الله برأيك ما هي الطريقة المناسبة للتعامل معهم مع المتخاذلين في قضية الزهراء سلام الله عليهم ينقصون من القدر والمصيبة في مسألة الزهراء فاطمة سلام الله عليهم القضية التي تذكر يعني ذاكرينها أنها قضية تاريخية وهذه القضية التاريخية شوف الناس شلون يتعاطون معها الحين في الجانب الشيعي الجانب الشيعي شوف ذاكرين مسألة حرق بابها سلام الله عليها سلام الحين إذا بنقول مثلا نستثني قلة بس يكاد يكون يعني الأجماع على أنها سلام الله عليها ظلمت وحرق باب دارها كسر ضلعها وصرت بين الحائط والباب وتكاد تكون أصلا في الثقافة الشيعية هذه بعد حتى في المراثي خلاص منتشرة وواضحة تعاطي مع المظلومية وهناك أيضا مؤشر لاحتمال هذه المظلومية وليست فقط هذه من كتب الشيعة حتى في كتب غير الشيعة يعني ابن قتيب الدينور أيضا ذاكر إن في البيت فاطمة فأجاب وأن يعني وأن كانت في البيت فاطمة حتى البعض يقول يقول هذا أصلا بروحة يبرر أنه يعني من قال هذا الكلام وأن يعني مستعد أن يحرق وأن يتجاوز ويتعدى فهذا الحين آراء يعني موجودة بالنتيجة الآن تخاذل الآن بأي عنوان التخاذل أقول لك أحيانا إنكار المظلومية من الأساس نزيل إنكار المظلومية كيف ينكر المظلومة يقول إنه ما صار شيء أبدا ما ظلمت الزهراء يعني شنو تقصد ما ظلمت الزهراء يعني مثلا ما هجموا على دارها ولم يحرقوا دارها ولم يكسر ظلعها وهذه كلها من مواريثكم وبعض الصفوية وبعض البويهية ويخلي بعض الأمور والحال أن هناك شواهد تاريخية وكتب قبل ما يدعي البويهية والصفوية موجودة هذه المهرخة بالسابق تذكر وجوه هذه الظلامات الموجودة وتكاد تكون من الأمور يعني المؤكدة يعني ما يحتاج أن الواحد أصلا يناقش فيها نعم هناك البعض قال إنما قبل الباب هذا أكيد ولكن ما بعد الباب أمر بحاجة إلى التثبت أكثر وأكثر هذا فصل خل قبل الباب وبعد الباب طيب شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى ذاكر له رأي يعني في هذا الجانب أن يعني الزهراء سلام الله عليها تعرضت لضربة على الوجه على العين وكلا مبرر الموقف أن العادات العربية والتقاليد العربية بالنتيجة رأي من الآراء أتكلم على مستوى الشخصي التحقيقي أنا متأكد من الظلمات الظلمات التي وقعت من أنواع الظلم وذلك في منبري أذكره وحقيقة أذكره وأتبنى هذا الأمر وليس أذكر أنه من جملة من المواريث الموجودة وأريد أن أسمع الناس في ذلك ليبكوا ويتعاطفوا لا يعني وجوه الظلم ليش؟ لأن الذي كتب هذا الأمر من أساطين الإمامية من محققيهم في هذا الجانب مو ناس عادي يعني مثلا الشيخ محمد حسين الصفهاني الغروي أحد المراجع وأحد أساطين النجف الأشرف من الأعاظم في الفقه والأصول وحتى في الفلسفة عند أرجوزة الأنوار القدسية يذكر أنواع الظلامات يذكر الزهراء سلام الله عليه وما حصل من القوم من هجوم وتعدي أي يضرموا النار بباب دارها وآية النور علام نارها طيب بعد وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي هذه كل الأمور هذا ليس إنسان عادي يذكر هذا الأمر سانعا له ثقله له وزنه فنقول للذي مثلا نجد عنده فتورا فلنقول أو لا أو ترددا أو أصلا ما يؤمن بهذه الظلام إنه ولا يوجد ما يوجد شيء حدث ولا يوجد شيء نقول له ما هي الأسس التي اعتمدت عليها أنت ارجع إذا كنت تعتمد على أقوال المحققين فانظر لا تأخذ جانبا وتترك جانبا جانبا آخرا المحققون الذين ذكروا ذكروا أن هناك أنواع الظلم جرى على الزهراء فاطمة سلام الله عليها وذكرت بل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ذكر من قبل وقوع هذه المصيبة ذكر أنها سلام الله عليها ستكون بين الحائط والباب من أمر كسر الظلع هذا ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا ذكر أن الزهراء سلام الله عليها كسر ضلعه أسماء من تحميس تذكر بكاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يغسل الزهراء فاطمة أنه أخذ زاوية ثم أخذ يبكي لماذا تبكي يا أبا الحسن أن فاطمة أخفت ألمها عني رأيته ضلعا من أضلعها مكسورة عمار عمار بن ياسر أبو اليقضان يقول بعد مدة دخلت على أمير المؤمنين رأيته باكية ورأيته سيدة شباب أهل جنة معها يبكيان فقلت له يا أبا الحسن تأمروننا بالصبر وأنتم لا تصبرون أعلم أن فراغ فاطمة العظيم عليك وكذا إلى آخره فقال له قال له يا عمار أتعلم أني فقدت رسول الله بفقدي فاطمة كانت ما تخرم مشيتها مشيت أبيها رسول الله وعندما كانت تنطق كانت تملأ مسمعي من منطق رسول الله يعني البدن والمنطق بعد أكثر من هذا راح قال يا عمار أتعلم أن فاطمة أخفت عني ظلعها المكسور وضعتها على المغتسل فرأيت ظلعا من أضلائها مكسورة وهذا المهم مرة تكلمت حول هذا الحديث حديث مام الصادق عليه السلام البكاؤون خمسة واحد من البكائين الزهراء فاطمة السلام وضع عليها ذكرت وجوها لبكائها عليه السلام واحد حزنا على فراق أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين انحراف شريحة من الأمة مش وية انها تشوف ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل التزام وبعدين انقلبوا على الأحقاب رقم ثلاثة اللي هو لما سيلقاه أمير المؤمنين عليه السلام بعدها شلون راح يواجه أمر ظلعها المكسور أخفت هذا الأمر ولذلك سألها أمير المؤمنين لماذا تبكين قالت أبكي لما تلقى من بعدي شلوف قلبها الرحيم كانت تراعي مشاعره في أنه إذا أثر على أمر ظلعها المكسور كيف يتعاطى مع هذا الحدث فهذا وجه من وجوه البكاء فبالنتيجة يعني مظلومية الزهراء سلام الله عليها تتكلم يعني في حقها الكثير الكثير ولو لم يصنع ما صنع بالزهراء فاطمة ومن تعدي على أهل بيت النبي بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت هذه الأمور في كربلاء تحدث ما كان يجرأ أمر بن سعد ولا غيره في ذاك اليوم على الهجوم على الإمام الحسين سلام الله عليه ومن معه وسمعوا حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين وصايا القرآن وصايا النبي في الأترة الطاهرة يعرفونها بس كما قال أحد الأدباء والله ما سي خاض بالإمام الحسين يقول والله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا لولا الأولى أغضبوا رب العلا وأبوا نص الولاء وحق المرتضى جحدوا كف بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي أختك الحورة بها سلبوا ولذلك في زيارة زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه نقرأ في شأن الممهدين لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم فمال مسألة يعني خب تذكر أن هناك هجوما وأنواع من الظلم رأته الزهراء فاطمة سلام الله عليها وهي وجوه عديدة فيعني الواقع بحاجة من ينكر أصل مظلومية الزهراء سلام الله عليها أصل المظلومية نقول له ارجع وتحقق والمسألة ترى ما تحتاج إلى مجاملة يعني في مثل هذا الأمر نعم الأطروحات والكلام واحترام المشاعر هذا أمر ولكن أن ننكر ما حدث من أنواع الظلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام فهذا لا يحق لنا أبدا هذا أمر من الأمور التاريخ شاهد على ذلك وروايات كثيرة أيضا تشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد موقفه يوم الأيام نظر إلى علي والزهراء والحسن والحسن وقال أنا حرم حرم لمن حاربكم سلم لمن سالمكم هذا وقوف بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من يحارب أهل البيت رسول الله يحاربه كيف نحن نحن نوخر على هذا الجانب من يسالم أهل البيت رسول الله يسالمه لازم هذه المعادلة تكون متزنة عندنا نحن نحدد هذا الموقف نعم مولان عزيز فندعو من ينكر مظلومية الزهراء أو يتعاطى بتراخن وفتور مع هذه المظلومية لحسابات وإلى آخره أن يعيد النظر ويدرس التاريخ مليا أما فيما يتعلق بمسألة أمير مؤمنين سلام الله عليه كيف يرضى بهذا الآمر للزهراء وكذا مثال هذه القضايا والتي طرحت على بعض الفضائيات وفي الإعلام نقول أن أمير مؤمنين سلام الله عليه لا يقاس بأحد أبدا واحد يتكلم يقول واحد مثلا يتعدون على أهل بيته واحد يقول نعم غير تتاخذني وأروح أتكلم بس أنت تتكلم عن أمير المؤمنين عليك أن تعلم ما هي الظروف المحيطة ما هي الوصايا التي سمعها أمير المؤمنين سلام الله عليه معروفة هذه القصة لبس أمير المؤمنين قبائه الأصفر الذي كان يلبسه ويرتدي حال كريه يعني في الحروب وسمع اسم النبي على المأذنة وقال للزهراء إن أردت أن يستمر هذا الاسم فاصبري وإذا أردت أن أخذ بالثار فأنك لن تسمعي هذا الاسم يعني رح تصير فوضى رح تصير حالة نظرة أمير المؤمنين مثل نظرة الناس تختلف الحالة القرآن الكريم عبر عنه وأنفسنا فالموازين والمعايير مو بهذه الصورة تقاس نعم نعم سمحت سيد مصطفى الزلزل شكراً لساعة صدركم الله يسلم وشكراً لها المقابلة الأكثر من رائعة معكم إن شاء الله إن شاء الله إن ما كنا أثقلنا عليك عزيز والي الله يسلمكم الله يسلمكم سمعت السيد عزائي المشاهدين مع هذه المقابلة الرائعة نشكر حسن متابعتكم إلى لقاء آخر إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة